موسيقى هذه أبرز العنوينة في تقارير أمر ربط سيكمل فترة إعارته مع نادي مونشيستر يونيتيد ولن يعود إلى فيورونتينة بعد الكانا رئيس نادي الويداد الريدي سعيد ناصرية يوجه طلب عاجل وكلملك من داخل السجن بعد اعتقاله فيما بات يعرف بإسكوبار صحراء المنتخب الوطي المغربي يدخل يومه الاثنين تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس استعدادا للكان قبل التوجه إلى الكوديفورة بعد خطفي فيا ريال يدخل خط لجلب يوسف الخديم من نادي ريال مادريد الإسبانية من أجل انضمام إلى صحفه في الميركات المغميلة تكرت تقارير الصحفية أن الدول المغربي صوفيان عمرابة لن يعود إلى فريقه السابق في رونتين الإيطالية بعد كأس أمم إفريقيا الكوديفورة 2023 مشير إلى أن اللعب سيكمل موسمه مع ناديه مونشيسل ريونيتد الإنجليزية ووفقا للصحيفة الإيطالية فإن اللعب المغربي سيبقى في إنجلاطه خلال شهر يناير الجري بسبب عدم وجود إمكانيات الإيقاف لإعارة مبكرة وأضافت ذات المصادر أن أمرابة أن يعود إلى فيورونتين الإيطالي بعد كأس أمم إفريقيا حيث سيكمل موسمه في الدول الإنجليزي الممتاز وأكدت الصحيفة أن صوفيان عمرابة سيكمل عقد إعارته مع ناديه ينايتد حتى نهاية الموسم بعدها سيعود لفريقه فيولا الذي ما زال مرتبطا معه بعقد حتى يونيو 2025 وإنما أمرابة إلى نادي موشستر يونيتد في الميركات الصيف الماضي بعقد إعارة إلى غاية يونيو المقبلة يتضمن بونت شراء يعقب صعيد ناصري رئيس نادي الويداد الريادية والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة منذ اعتقاله قبل أسبوع في سيلون انفرادي بمركب السجن المحلي للطال بيطاء عكاشا وأفادت المصادر الجريدة لإطلاع أن الناصري يعيش في إحدى الغرف الانفرادي بالجناح رقم 6 في عكاشا بعزلة عن باقي السجناء ويتوفر فيها عالة الفاز وسريرة إلا أن المصادرتها أشرت إلى أن الناصري يخرج للساحة المركب السجني في الوقت المسموح بها كما زارته عائلتي للإطمعنان عليها وكان صعيد ناصري رئيس نادي الويدادة قد طلب ليلة ثلاثاء الماضي لقاء وكيل العام المالك لدى محكمة الاستئناف بالضر بيطاء وهو الطلب الذي استجاب له الوكيل الصالح ترزي ودام لقاءه به لحوالي أربع ساعات دون معرفة سبب اللقاء وأعتقل سعيد ناصري رفقة عبد بيبعوي رئيس مجلس جهة الشرق وبعض أقاربه ورجل أعمال بالشرق بتاريخ 22 دجنبر 2023 بتهم المشاركة في اتفاق قصد مزك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها والإرشاء والتزوير في محرور رسمي مباشرة عمل تحكيمي ماس بالحرية الشخصية والفردية أصدى إرداء أهواء شخصية الحصول على محرورات تثبيت تصرفات إبراء تحت الإكراهة تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اهتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من الجنحة وحتى دقات التحقيق لدى المحكمة لإستئناب الضار البيضاء يوم الخامس والعشرون من هذا الشهر الفين واربع عشرين موعد لاستطلاع سعيد ناصري رئيس نديويداد الريالي لكورة القدم ورئيس مجلس العمالة البيضاء في المحاكمة من المرتقة بأن يدخل المنتخب الوطني المغربي يومه الاثنين تجمعا اعتاديا مغلقا بمعركب السادسة لكورة القدم في المعمورة تأهبا لخوض غيماركا سمم إفريقي الكوديفورة في 2023 وينطيق المعذكر أصول أطلس بداية ميلا اليوم علما أن النخبة الوطنية ستتجه إلى الكوديفور قبل أسبوع من انطلاق المنافسة المقررة في الفترة ما بين التالس عشر يناير الجري والحالي عاصر فبراير المقبل ومن المنتظرين يتوافذ اللاعب الفريق الوطني على مركب المعمورة نهار اليوم لبدأ لاستعدادات للبطولة الإفريقية تخوض كتيبة وريد الرجراجي مباراة ودية ماما غنبها يوم السابع يناير الجري وهو آخر اختبار للفريق الوطني قبل المشاركة في الكانا الجديد بالتكر أن المنتخب الوطني المغربي يتواجد في المجموعة السادسة لكاسم إفريقيا إلى جانب تنظانيا كونغو الديمقراطية ومنتخب زنبيا أفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن الدول المغربي بالمنتخب تحت العشرون سنة يوسف الخديمة الضهر العصر لنادي ريال مضريدة لدات الفئة دخل دائرة اهتمام نادي خطافي وفي ريال الإسبانيين الذي يلعب له الدول المغربي الأولمبي إلياس أخماشا أي تأبدأ فريقان رغبتهما في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة على سبيل إعراء مع أحقية شراء ونصف متابعه جواهر ريال مضريدة في الفئة الصغراء المواهبة المغربية من أبرز المواهب في المركز كظاهر أيسار في منافسة دولة أبطال أوروبا تحت العشرون سنة وأيضا في منافسة بطولة إسبانية للنفس الفئة التي يمثلها ومن جهة أخرى فضل يوسف الخديم إختيار المنتخب المغربي تحت العشرون عامنا بدلا من منتخب إسبانيا الذي يولد بعاصمتها مضريدة ويعتبر حالي أحد أهم الركائز ريال مضريدة الأقل من 19 عامنا والذي يشرف عليه النجم السابق للريال الفارو أربريلو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة